بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ومع سورة قرآنية نستضيء بضياء هذه السورة ونستقي من معينها فإن من يتأمل كتاب الله عز وجل يزداد إيماناً وتقرباً إليه ويتزود للآخرة بالأعمال الصالحة ويجتنب رذائل الأخلاق فإن الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى ما فيه خير دنيانا وأخرانا هذه السورة سورة الهمزة يقول الله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة ويل لكل همزة لمزة والويل هو التشديد والتأكيد على العذاب الشديد كأنك تقول لأحدكم يهدد الآخر يقول له ويل لك والله عز وجل يتوعد في هذه السورة من؟ يتوعد كل همزة ولمزة والهماز هو الذي يمشي بالكلام السيء بين الناس فيحتقر وينتقص ويسخر والله سبحانه وتعالى لهانا عن ذلك يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وكذلك الهماز يمشي بالغيبة بين الناس وأما اللماز فيطعن ويحتقر الناس لكن بإشارات وعبارات أحيانا بإشارة العين وأحيانا بإشارة اليد فإن الله سبحانه وتعالى نهانا وحذرنا أن نكون من أولئك الذين يطعنون في الناس بأقوالهم وأفعالهم بل أن الواجب على المسلم احترام المسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وما الذي حمله على ذلك وما الذي حمله على انتقاص الآخرين والاستهزاء منهم والسخرية حمله على ذلك غروره وتكبره واستعلاءه بالمال ويحسب أن هذا المال سينجيه من عذاب الله فلذلك قال الله سبحانه وتعالى الذي جمع مالا وعدده جمع الأموال الكثيرة ويتمتع بعد هذا المال ويتمتع بتكرار النظر إلى المال أو كم وصلت حساباته ولكنه أيضا لا يبالي من أين أتاه هذا المال من حلال أو حرام ويظن المغرور يحسب أن ماله أخلده يظن أن هذا المال سيخلده في هذه الدنيا الموت حقيقة دائمة والكل سيموت كل نفس ذائقة موت والله سبحانه وتعالى هو الباقي سبحانه ولكن الناس مهما كانت عندك من الأموال لا تظن أن هذا المال سينجيك أو سيبعد عنك الموت لك أجل ستموت عنده كذلك هذا المال لن ينفعك في الآخرة تريد أن تدفعه حتى تفتدي به من عذاب الله لن ينفعك لذلك قال الله سبحانه وتعالى كلا أي ليس الأمر كما تظن لن تدوم في هذه الدنيا ولن تخلد فيها ولن ينفعك المال في الآخرة إلا ما قدمت في هذه الدنيا كلا لينبذن في الحطمة أي هذا المغرور المتكبر المستعلي على الخلق المباهي بماله سيطرح في جهنم وسيلقى في جهنم والحطمة اسم من أسمائها وسميت كذلك لأنها تحطم يعني تهشم الناس تهشم أجسامهم ورؤوسهم كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة التفخيم والتعظيم من أمرها فلن ندرك حقيقة العذاب في الآخرة نار الله الموقدة هي نار من الله سبحانه وتعالى موقدة يعني مستعرة مشتعلة وليست كنار الدنيا ولا كعذاب الدنيا وهذه النار من شدتها تنفذ وتصل إلى مواطن الإحساس وإلى الصدور قال الله سبحانه التي تطلع على الأفئدة أي تصل إلى القلوب الصدور من شدتها ثم قال الله سبحانه إنها عليهم مؤصدة أي أن هذه النار مغلقة شديدة الإغلاق يقول أوصد الباب إذا أغلقه شديدة الإغلاق فلا يمكن لمن دخل هذه النار وقد كتب الله عز وجل له الخلود فيها أن يخرج منها لا يظن أنه عنده من القوة والطاقة بحيث سينفذ من الملائكة ومن خزنة النار إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة أي أعمدة من نار أو من حديد تمنعه من الخروج تمنعه من الخروج وفي هذه السورة التحذير من أن يحتقر الإنسان المسلم المسلم الآخر وأن ينتقس منه وأن يسخر ويغتاب ويمشي بالعدوات فيما بينهم سواء كان بلسانه أو بقوله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بمكارم الأخلاق وأن يعيذنا من النار والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر